سنة 2015 سنة التعليم والتكوين إن شاء الله مر الشهر الأول من عام 2015 الذي أعلنه الرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز عاما للتعليم والتكوين في موريتانيا مر الشهر الأول إذن ولم تتضح بعد معالم ولا استراتيجية العام الذي أعاد بصيص أمل لبعض المهتمين بالمجال التربوي في أن يصلح العام المرتقب ما أفسدته الأعوام والعقود السابقة لكن لا جديد على ما يبدو بعد الإعلان الذي أطلقه الرئيس في خطابه بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لعيد الاستقلال الوطنية بأن تكون سنة 2015 سنة للتعليم والتكوين في البلد إعلان أكده الرئيس فيما بعد على هامش زيارة له لبعض المؤسسات التعليمية في العاصمة وكشوت ورغم ما يصفه البعض بعدم اتضاح الرؤية بشأن عام التعليم هذا إلا أن الكثيرين يؤكدون على حاجة التعليم في البلد إلى لفتة تنتشله مما يصفونه الواقع المزري الذي يعيشه خصوصا في مدن الداخل الموريتاني حيث تتحول الأعرشة المتهالكة إلى أقسام دراسية فتغيب بذلك الظروف المواتية للتحصيل تماما كما يغيب المدرس في بعض الأحيان المدرس الذي يشكل ركننا رئيسيا في العملية التربوية يشكوه والآخر من صعوبة الظروف ويؤكد في كل مناسبة أن أي نهوض بالتعليم في موريتانيا لا بد للضرورة أن ينطلق من تحسين ظروفه هو أولا ولا تبدو المناهج التربوية والمستويات التعليمية استثناء من الدعوة إلى التحسين والتطوير فالارتباك الحاصل في المناهج الدراسية والمستويات التي يصفها البعض بالمتدنية كلها عوائق وصعوبات تحتاج إلى تذليل من أجل النهوض بالتعليم في موريتانيا